موسيقى نشرة الأخبار على قناة يمن شباب الفضائية وأبرز ما فيها استمرار عملية الرمح الذهبي بتاعز ووصول تعزيزات ضخمة لتحرير الساحل الغربي موسيقى مصرع القائد الأول للميليشيات في شبوة والبيضاء في غارة للتحالف بعسيلان والجيش الوطني يصد هجوما لهم في الجو موسيقى محافظة عمران تكسر قيود الميليشيات وتسير قافلة غدائية دعما للجيش الوطني فينا موسيقى أهلا بكم تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من التحالف العربي لليوم الثاني على التوالي معركة الرمح الذهبية التي انطلقت أمس السبت لتحرير الساحل الغربي لتعز وصولا إلى باب المندب وتكبيد ميليشي الحوثي وصالح الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح وقالت مصادر ميدانية أن معارك عنيفة تدور في معسكر العمر وسط تراجع كبير لميليشي الحوثي والمخلوع في مختلف المواقع الساحلية وبحسب المصادر فإن تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت من عدن إلى منطقة باب المندب وشملت هذه التعزيزات مدرعات وذبابات وناقلات جند ومدافع هذا وشنت مقاتلات التحالف والبوارج البحرية التابعة لها قصفا لمواقع ميليشي الحوثي والمخلوع في محيط معسكر العمري وتسعى قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تأمين الخط الساحلي بدءا من ذباب والمخا ووصولا إلى باب المندب وذلك بهدف قطع الشريان الرئيسي لإمداد الميليشيات الانقلابية بالسلاح عبر هذا الخط في جبهة مقبن غرب تعز قالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في عددين من المواقع التي تسيطر عليها الميليشيات وشنطل الجيش هجوما على مواقع ميليشي الحوثي والمخلوع في تبتي النوبة بالعبدالله وتحرير إحدى تبتي النوبة فيما يحاصرون الميليشيات بتبتي عسيلة هذا واندلعت أيضا اشتباكات بين أبطال الجيش الوطني وميليشي الحوثي والمخلوع في محيط منطقة المقحف بالعنييين جبل حبشي غرب المدينة جراء محاولة تسلل لعناصر ميليشي الحوثي والمخلوع إلى المنطقة أكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة لواء فضل حسن جاهزية الجيش لتحرير كامل السواحل الغربية من قبضة الميليشيات وطردها من كافة مناطق محافظة تعز وأشار اللواء حسن إلى أن قوات الجيش مستمرة في معاركها ضد الميليشيات ولن تتراجع في عملياتها حتى دحر مسلحي الانقلاب من كل المناطق في البلاد وفي الشأن المتعلق بالتقدم الذي أحرزه الجيش في الساحل الغربي قال قائد المنطقة الرابعة ومقر قيادتها المركزية محافظة عدن أن تلك الانتصارات في مناطق ذباب الوازعية وهمقبنة وجبل حبشي غربية تعز تأتي ضمن الخطة العسكرية التي تشرف عليها القيادة السياسية والعسكرية برئاسة المشير الركن عبد الرب منصور هادي وبإسناد من قوات التحالف العربي يشكل تحرير منطقة ذباب ضربة قوية لمليشي الحسي والمخلوع ويمنعها من تهديد مضيق باب المندب مزيدا من التفاصيل في التقرير التالي تحول نوعي شهدته استراتيجية الجيش الوطني والمقاومة بالإعلان رسميا عن بدء معركة الساحل الغربي لمحافظة تعز والهدفة لتحرير ميناء المخاذات الأهمية العسكرية والاقتصادية وتحت إشراف رئيس الجمهورية تتشكل خارطة المعركة من اتجاهات عدة تبدأ من فتح معركة مقبن غربي المحافظة وكذلك التحرك من منطقة الكدحة نحو الوازعية المناصقة لذباب ولأجزاء واسعة من المخاء فيما تركز المحور الثالث في ذباب انطلاقا من موزع ومناطق أخرى تتبع محافظة لحجة تحقق قوات الشرعية انتصارات متسارعة ففي محور ذباب تم تحرير مدينة ذباب والجبل المنصورة والجبال المطلة على معسكر العمري ومعظم جبال كهبوب فيما تستمر المواجهات في معسكر العمري أما في مقبنة فقد تم السيطرة على مواقع استراتيجية أهمها منطقة حمير والجبل العويد والحصين وكذلك مواقع الجبيرية في منطقة العنين بجبل حبشي والمطلة على خط الحديدة تكمن أهمية معارك الساحل الغربي كونها ستمثل تغيرا نوعيا في موازين القوات العسكرية لصالح القوات الشرعية إلى جانبي أن المنطقة تمثل أحد أخطر خطوط الإمداد والتهريب للحوثيين وصالح وبالسيطرة عليها ستتجه ميليشيات الانقلاب نحو التمركز في بعض المناطق الجبلية وبالتالي ستفقد أي رمزية سيادية كانت تتمتع بها من خلال السيطرة على منافذ ومآنئ بحرية والتي تعد منشآت حيوية مهمة فضلا على أن فتح معركة الساحل والمناطق الريفية سيسهل من تحرير المدينة ويمهد الطريق أمام فتح معركة الحديدة لقي القائد الأول للميليشيات في محافظتي شبوة والبضاء المدعو أبو الليث مصرعه في قصف لمقاتلات التحالف العربي استهدف مواقع الميليشيات في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة وأكدت مصادر ميدانية أن أبو الليث قتل في الغارات أثناء قيامه في عملية استطلاعية للمواقع التي خسرتها الميليشيات في المواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة الساق الواقعة في الشمال الغربي من عسيلان هذا وصدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية في مديرية عسيلان صدت هجوما شنته الميليشيات الانقلابية على عدد من المواقع التي تم تحريرها في جبهات حيد بن عقيل وهجر كحلان وطوال السادة والمحطة والنقطة الأمنية الواقعة على مقربة من مدينة النقوب مؤكدة سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وأسر سبعة منهم في أولى مناطق الصفحة في مديرية بيحان بمحافظة شبوه يثبت الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة أقدامه على شفى مفرق بيحان كاميرا يامن شباب تمكنت من الدخول إلى المواقع الأمامية المطلة على جبل صفحة الاستراتيجي مرسلنا عمر المقرمي والتفاصيل نحن الآن في الموقع الأمامي الذي سيطرت عليه قوات الجيش الوطني في منطقة الصفحة المطلة على مديرية بيحان الذي يسعى الجيش الوطني جاهدا لتحرير هذه المديرية سنلتقي هنا بأحد القادة الميدانيين الذين حرروا هذه المواقع الأمامية معنا هنا عبدالله سالم المسني ليحدثنا عن تفاصيل سير المعركة التي يخيضت هنا منذ أمس مرحبا فيك أخي سالم حدثنا عن تفاصيل سير المعركة التي يخيضت هنا منذ أمس وحتى هذه اللحظة حصلت معركة قوية وكانت أعني الخسارة فيها كبيرة وكانت تضحية ولكن بعون الله سبحانه وتعالى حررنا هذه المواقع ووصلنا إلى هذه المواقع المطلة على منطقة الصفحة في بداية مديرية بيحان ونحن نصالبون في هذه المواقع وإن شاء الله سنلاحق العدو وسنحرر بيحان وسنطرده إلى مخدعه المشاهد لا يعرف ما هي هذه الصفحة حديثه اعطيه تفاصيل اعطيه معلومات عن هذه أهمية الأهمية الاستراتيجية لموقع الصفحة هذا موقع الصفحة هو موقع استراتيجي مطلة على منطقة بيحان وهي من مناطق بيحان فإن شاء الله نحن متمركزين هنا ولن نتراجع من هذه المواقع وسإن شاء الله بإذن الله أن نواصل المسيرة حتى نصل إلى بيحان سيطرتكم على موقع الصفحة ماذا يعني؟ إنه موقع استراتيجي وإن شاء الله أنه نصر كبير هل معنات أنه سوف يبسط القيش الوطني سيطرته على مديرات بيحان بشكل كامل؟ نعم إن شاء الله سيكون السيطرة كامل على بيحان كم مساحة المساحة التي سوف تمكننا من الوصول إلى موقع الصفحة؟ كم مساحة؟ بقي علينا تقريبا كيلو حتى نصل إلى مفرق بيحان خلال كم يوم؟ تقريبا عن الساعة؟ خلال أيام القريبة وسنصل إلى مفرق بيحان وإلى حسب التوجهات من القيادة إذن كما سمعتم مشاهدينا الكرام أبطال الجيش الوطني هنا متحمسون ويندفعون بشكل كبير للسيطرة على هذه المواقع التي يسيطر عليها ميليشيا الحوثي وهي مطلة على مدينة بيحان إذن مشاهدينا سنطلعكم على مدينة بيحان حيث تظهر الكاميرا هذه المنطقة الصحراوية والمدينة التي خلفها هي مدينة بيحان التي يسعى القيش الوطني والمقاومة الشعبية لتحريرها من قبضة الحوثيين عمر المقرمي يمي شباب من قلب المواقع الأمامية جبهة بيحان في محافظة الضالع اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة وبين الميليشيات الانقلابية من جهة أخرى وقالت مصادر ميدنية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين المقاومة وميليشي الحوثي في جبهة موريس وأن قتلى وجرح في صفوف الميليشيات فيما أصيب عددا من أفراد المقاومة قال الناطق الرسمي باسم التحالف العربي اللواء أحمد عسيري أن الجيش اليمني صبحت لديه القدرة اليوم على إدارة العمليات وأضاف اللواء عسيري في تصريح تلفزيوني لقناة سعودية أن الجيش اليمني ما زال يحقق تقدما على كافة الجبهات في اليمن وتابع قائلا عملنا على استهداف المتمردين الحوثيين وتدريب الجيش اليمني في الوقت ذاته وأكد عسيري أن إيران جاهرت بتهريب السلاح للمتمردين الحوثيين في اليمن في خطوة من شانها أن تكسر قيود الميليشيات في المناطق الخاضعة لسلطات الميليشيات سيرت محافظة عمران شمال صنعاء قافلة غذائية دعما لقوات الجيش في مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء واستقبل القافلة لدى وصولها منطقة نهم قائد المنطقة العسكرية السابعة لواء ركن إسماعيل زحزوح وعدد من قيادات الألوية والكتائب المقاتلة في جبهة نه وأعرب اللواء زحزوح عن شكرهم لمواطني محافظة عمران على جهودهم ومواقفهم البطولية إلى جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تصدى أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لهجوم لميليشي الحوثي وصالح باتجاه مديرية المتون غرب محافظة الجوف وقال المتحدث باسم المقاومة في الجوف عبدالله الأشرف على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن القوات الحكومية أحبطت الهجوم ودارت معارك عنيفة في منطقة مزوية والمجمع الوادي وأضاف أن المعارك اندلعت في مناطق مختلفة وستمرت لساعات بعدها انسحب الحوثيون هذا وقال الأشرف أن مقاتلات التحالف العربية الذي تقوده السعودية شنت ثلاث غارات على مواقع الحوثيين أثناء انسحابه من منطقة الوادي جنوب النوتون وأدى القصف إلى إحراق عربة طاقم كان على متنه رشاش من نوع 23 تغلب الحكومة على أزمة السيولة لا يتوقف عند كونه انتصارا للشرعية وحزب بل إنه يفتح نفذة جديدة وملموسة لليمنيين في المعاناة والمخاوف الناتجة عن الانقلاب وتداعيته مزيدا في التقرير التالي تحاول الحكومة الشرعية رفع المعاناة عن اليمنيين بإيجاد آلية لصرف رواتب نحو أكثر من 2 مليون يمني لكن الحكومة وبالقدر الذي تمكنت من البدء بعملية الصرف في المحافظات المحررة إلا أنها تواجه تحديات وعراقيل مصطنعة من الانقلابيين في المحافظات التي لا تزال تحت قبضة الحوثيين ومرتزقة المخلوع صالح تسببت تلك العراقيل بتأخير الصرف هناك وتأكيدا على استعداد الحكومة الشرعية لصرف مرتبات الموظفين في جميع المحافظات اليمنية أعلن رئيس الوزراء مساء أمسا الجمعة انتهاء أزمة السيولة مشيرا إلى أن الحكومة باتت قادرة على صرف مرتبات وظف الدولة ثم تنتصار اقتصادي كبير للحكومة الشرعية بالتغلب على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية ووصول دفعة أولى منها إلى العاصمة عدن لتنتهي بذلك أزمة السيولة تغلب الحكومة على أزمة السيولة لا يتوقف عند كونه انتصار للشرعية وحسب بل إنه يفتح نافذة جديدة وملموسة لليمنيين في المعاناة والمخاوف الناتجة عن الانقلاب وتداعياته البدو بعملية صرف المرتبات للمحافظات التي لا زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين سيتطلب بحسب رئيس الحكومة الشرعية رفع العراقي للانقلابية أمام عمل الحكومة ومنها عدم التدخل بسياسات البنك المركزي في صنعاء الذي أصبح فرعا تابعا للبنك المركزي بعدا كما أن ذلك يتطلب رفع يد الانقلابيين من الموارد الوطنية في تلك المناطق لكن المؤشرات الواقعية تؤكد أن الحوثين والمخلوع لم يفكروا بعد بمصلحة المواطنين الذين يعيشون في مناطق سيطرتهم بل إن الانقلاب لا يزال متمسك بقرار المقامرة بأرزاق اليمنيين ويرفض إزالة العراقي للتي تمكن الحكومة الشرعية من القيام بصرف رواتب الموظفين تعرض مقر نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعدهم في جامعة صنعالي لاقتحام من قبل أربع مسلحين حثيين وأكدت النقابة في بلاغ أن اقتحام مقرها جاء بعد انعقاد اجتماع للهيئة الإدارية للنقابة مع اللجان النقابية مبينة أن مبررات اقتحام المسلحين جاءت تحت إدعاء وجود قنوات الفيزونية داخل مقر النقابة وحملت النقابة رئاسة الجامع والميليشيات الحثية المسؤولية الكاملة إزاء تلك التصرفات والمظاهر المسلحة مطالبة بمنعها وجعل الحرم الجامعي بمنع عن تلك الممارسات ويأتي اقتحام المقر تزامنا مع دخول احتجاجات هيئة التدريس ومساعدهم بالجامعة في مرحلة الإضراب الشامل إثر تعثر جهود لحل أزمة رواتب أكاديمي جامعة صنع أيضا أكدت النقابة أن فعاليات الإضراب الشامل التي تم تدشينها مستمرة ومتواصلة ولن تتوقف مثل تلك التصرفات دع الأمين العام لاتحاد الغورة في دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي اتحاد المستثمرين الخليجيين إلى العودة للاستثمار في السوق اليمنية وتحديدا في قطاعات البنية التحتية وشدد على ضرورة إجراء تحرك اقتصادي قوي من رجال الأعمال في المنطقة لإتمام عملية إعادة الأمل للشعب اليمني ووقف أي تدخل لحكومة طهران في مفاصل الحياة الاقتصادية كما فعلت ذلك سابقا في العراق وعززت من وجودها هذا وأكد أن الدور الاقتصادي لرجل الأعمال أو رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين يعزز من الوجود السياسي والأمني لذا لابد من عودة الاستثمارات في اليمن ولو تدريجيا في المناطق المحردة نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها استمرار عملية الرمح الذهبي بتاعز ووصول تعزيزات ضخمة لتحرير الساحل الغربي مصرع القائد الأول للميليشيات بشبوة والبيضاء في غارة للتحالف بعسيلان والجيش الوطني يصد هجوما للميليشيات في الجوف محافظة عمران تكسير قيود الميليشيات وتسير قافلة غذائية دعما للجيش الوطني في نه وصلنا إلى الختام وتغطيطنا الأخبارية مستمرة نلقاكم على رأس الساعة القادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة